اشتركوا في القناة الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سنحيا وإياكم بإذن الله تعالى في هذه الأيام العظيمة أيام رمضان في حديث الفجر في قناة الفجر ومع الموسم السادس بإذن الله في قصة آية يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد عود بالله من الشيطان الرجيم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم يا الله يا الله كم هي رحمة الله جل جلاله كم هو حب الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام نعم والله إخواني الكرام نتدبر آيات الله نتمعن في معانيها الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه إيش قال ولسوف يعطيك ربك فترضى روي أن النبي عليه الصلاة والسلام روى ذلك عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو رافعا يديه لأمته قال وأخذ بالبكاء عليه الصلاة والسلام أخذ يبكي عليه الصلاة والسلام وزاد بكاؤه وزاد وزاد بكاؤه قال وإذا بالله عز وجل يقول لجبريل يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له ما يبكيك يا محمد يا الله يا الله يا الله قال فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن الحق جل جلاله يسألك يا محمد ما يبكيك وحسن جبريل عليه السلام لحال محمد عليه الصلاة والسلام من الحزن الشديد والبكاء كما تقول بعض الروايات حتى جبريل بكى قال ما يبكيكما فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي أمتي أمتي الله أكبر الله أكبر كل هذا الحزن والهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من على أمته نعم هذا هو النبي ذو الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله أكبر هؤلاء هم أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يحبهم حبا عظيما والذي يخاف عليهم خوفا عظيما وإذا بالله عز وجل ينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة قال وَلَسَوْفَيْعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وفي رواية أخرى قال سنرضيك في أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم سنرضيك في أمتك إذن إخواني الكرام انظروا إلى قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام حرقته علينا أين نحن من هذه الحرقة أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والله عز وجل أكرم نبيه ليكرم أمته بكرامات عديدة قال أولها أن الله عز وجل أعطاه الحوض ولم يعطيه لأحد من الأنبياء قط هذا الحوض الذي قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر نعم هذا الكوثر قال حوض يوم القيامة له كزان يعني إله إيش ماله يعني زي كاسات قال يسقي بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته تقول الآن الصحابة أو تعرفهم يا رسول الله قال نعم يأتوني يوم القيامة غر محجلين من أثر الوضوء نعم نورهم يسعى بين أيمانهم سبحان الله عندما يأتون إلى الحوض والناس في عطش شديد لا يشرب منه إلا أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام سبحان الله وإذا بهم يأتي القوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتردهم الملائكة قسم منهم تردهم الملائكة فيقول رسول الله يا ربي أمتي أمتي الملائكة يردون أمتي فيقول الملائكة إنهم غيروا وبدلوا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا لمن غير وبدل فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الله أكبر إذن إخواني الكرام الله جل جلاله كان يحب نبيه عليه الصلاة والسلام حبا عظيما الله عز وجل انظر ماذا قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى نزلت هذه الآية عندما سأل قريش سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة وكان من بين هذه الأسئلة متى الساعة وعن الروح الآن سبحان الله العظيم ولم يأتي الجواب في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث فقال قريش فقالوا أهل قريش إن الله عز وجل قد جفى محمد وإن الله عز وجل قد أخجل محمد حاشا حاشا لله عز وجل أن يخجل نبيه ولكن ليعلم الله عز وجل الناس أن محمد بشر وما يقول إلا ما يقول الله عز وجل فقال الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى يكسم الله عز وجل بهذه الأوقات العظيمة ما ودعك ربك لن يتركك الله عز وجل وما قلاك وما الآن تركك ودشرك لحالك أبدا إنما الله جل جلاله هو الذي يرعاك قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إذا كل هذه النعم ثم قال الله الله عز وجل في أيات أخرى قال وإنك بأعيننا انت في عينين يا محمد الله أكبر كم لهذه المنزل العظيمة تقول له واحد مرات انت في عيني الثنتين فما بالك الله جل جلاله يقول النبي هذا الكلام الله أكبر والله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس سيحميك الله ويحفظك الله لا تقلق ولا تأبه لهذه الناس ثم إن الله عز وجل أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام الشفاعة يوم القيامة عندما يقوم الناس للحساب يقفون خمسين ألف سنة ينتظرون الحساب فتأتي الناس إلى الأنبياء جميعا ولكل منهم يقول نفسي نفسي إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام فيكن بين يدي ربه فيحمده محامدة كثيرة لم يكن يعلمها من قبل فيقول يا رب ابدأ بالحساب يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولكن أسألك أمتي أمتي يا الله انظر إلى هذا الكرم العظيم النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يستشفع لأمته واحدا تلو الآخر حتى لا يبقى فيها إلا من عصى الله وأصر على عصيانه سبحانه وتعالى ثم قال عليه الصلاة والسلام قال أهل الجنة عشرون ومئة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم الله أكبر ما أعظم هذا الكمر كرم ثلثين أهل الجنة من من؟ من أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام سبحان الله ثم إن من رحمة الله أن الله جعل عذاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كبورهم على من قصر أو أذنب أو أخطأ أو فعل أي أمر أن يكون عذابهم في كبورهم سبحان الله العظيم ثم بعد ذلك يأتون عند الله عز وجل وقد غفر الله عز وجل لهم وأدخلهم فسيح جناته إخواني الكرام هذه الجنة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله الجنة لا تفتح إلا إذا طرقها المصطفى عليه الصلاة والسلام فتقول الملائكة من؟ فيقول أنا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول بك أمرنا أن نفتح أبواب الجنة فيكون أول من يدخل الجنة هو المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا خير ولدي آدم ولا فقر أنا خير ولدي آدم ولا فقر أنا أول من تنشك عنه الأرض ولا فقر أنا أول من يعطى لواء الحمد ولا فقر يا الله نعم هو النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إذن هنيئا لنا والله أن نتشرف أن نكون من أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام وننال هذا الحب العظيم وهذا الشرف العظيم الذي شرفنا الله عز وجل به أن أكرمنا بأن نكون من أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام إخواني الكرام الأنبياء جميعا يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام على ما معه من هذه الأمة لأن النبي يأتي ومعه الفرد ومعه الاثنان ومعه الرهض هؤلاء هم أمتي يا رب ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول غير ذلك إخواني الكرام انظروا من رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يقف عند الصراط فيقول كلما مر رجل من أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام يقف النبي عليه الصلاة والسلام رافع عن يديه يقول يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم حتى يمر الله أكبر أي رحمة تلك التي حبان الله عز وجل بها من هذا النبي الكريم نعم إخواني الكرام إنه النبي المصطفى الذي قال له ربنا ولسوف يعطيك ربك فترضى سيعطيك ويعطيك ويعطيك حتى ترضى يا محمد قال ثم يستشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج ما شاء الله له أن يخرج من أمته من النار ثم يستشفع المؤمنون ثم يستشفع قال يخرج من النار من كان في قلبه مقدار ذرة من خردل من إيمان أو حبة من خردل من إيمان ثم يخرج من النار من كان في قلبه مقدار ذرة من إيمان ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر أي كرم ذاك الكرم فلنحي بحب المصطفى والمحدث أبناءنا وأزواجنا ومناتنا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من هو رسول الله الحبي الحبيب النبي النبي المهدى الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا في رفقته وصحبته وأن نلال شفاعته وأن يكرمنا شربة من يديه لا نضمأ بعدها أبدا اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة